منورنا بس مساء الخير كافر نايمان مساء الخير على الكبات يعني احنا كنا بنقول قبل المباراة ان نسبيا مع النادي الاهلي من ناحية الهجومية والناحية الدفاعية فريق عنده نزعة هجومية شراسة هجومية بشكل كواس جدا فعلى مستوى المحلي زي ما قلنا انه هو لعب 16 مباراة احرز 39 هدف على مستوى الفريقي زي ما قلنا لعب 9 مباراة احرز 19 هدف فبنتكلم في فريق قوي جدا من ناحية الهجومية عنده لعب اكوالي تعالي زي ما حضراتكم وصفته بالظبط حتى على مستوى المجموعات حتى بعد نهاية الجولة الاخيرة النهاردة من دول المجموعات مازال يونج افريكانز هو المتصدر الناحية التهديفية بتسع اهداف يعني فريق ماشي بخطوات كويسة جدا بيجي دلوقتي شباب بلوزداد على فكرة بسبع اهداف بعد الفوز النهاردة على المديامة 3-0 ثم النادي الاهل ميموزل اللي هو الافواري سبع اهداف ثم ياتي النادي الاهل وصنداونس بست اهداف اكتر فريق صنع فرص محققة في دور المجموعات حتى الان هو النادي الاهل فيه نتكلم في 18 فرصة محققة منهم 14 مزد فرص محققة ضائعة كان ممكن تترجم الاهداف ده الحتة اللي هي ملاحزة عند النادي الاهل 18 فرصة في دور المجموعات فقط في الست مباريات منهم 14 ضائعين فرص حقيقية كان ممكن تترجم الاهداف ده الشكل العام كده للفرقتين تكلمنا على يانجا أفريكنز يا كابتن أيمن عشان نربط بس الأرقام ببعض إنه هو فريق عنده مشاكل من ناحية الدفاعية نقدر أنه أنت تلعب الدابل باس أو اللونج بول في ظهر المدافعين زي ما شفنا في الأهداف اللي داخلت فيهم في آخر مباريات وزي ما حضراتكم استعرضوا حضراتكم قلتوا برضو أن الشوت الأول كان مختلف تماما على الشوت الثاني هنستعرض إحصائية وأرقام المباراة بشكل عام وحنوقف أن يشوف حتى الشوت الأولاني كتماشية إزاي يعني لو ننزل بأرقام المباراة بشكل عامة كابتن أيمن واحد صفر نادي الأهلي كصارنا كده زي ما قلنا إحنا بقالنا يعني الحمد لله كصارنا سلسلة التعادلات في ثلاثة فوز وربعض يعني بلدية محل المستوى المحلي وفي مدياما والنهاردة يانج أفريكنز الأخطاء كانت 12 يعني ضد نادي الأهلي نزارات طبعا واحد ضد يانج أفريكنز ثلاثة الأخطاء 12 ضد نادي الأهلي عشرة ضد يانج أفريكنز الركنيات النهاردة مش كتيرة وده رقم يعني مش متعودين عليه من نادي الأهلي أربعة مقابل اتنين التسلل الأهلي وقع في تسلل كتير النهاردة سبعة تسلل مقابل تسلل وحيد لينج أفريكنز المحاولات للتزديدات على المرمى النهاردة النادي الأهلي إجمال المباراة كان 12 تزديدة منهم 6 أونطر جت على الثالي خشبات يعني بنسبة دقة 50% ناحية تانية كان 10 تزديدات من يانج أفريكنز منهم أربعة على الثلاث خشبات بدقة 40% الهداف المتوقعة يعني تخيل أن يانج أفريكنز النهاردة عمل فرص وفرص محققة وكان ممكن يصل لهدفين النادي الأهلي شفناهم كان فرص فعلا خطيرة توحدة كانت انفراد اللي تصدى لها مصطفى شوبير والتانية برضو كانت تزديدة الفرص بشكل عام كان 10 فرص للنادي الأهلي مقابل 8 فرص لينج أفريكنز أما الفرص المحققة اللي كان ممكن نحس منها هدف محققة 2 للنادي الأهلي ضاعوا هما الاتنين ومقابل واحد ضاع منها واحد الاستحواز 62% لنادي الأهلي مقابل 38% لينج أفريكنز كان بقى الشوط الأولاني 63% للنادي الأهلي مقابل 37% لينج أفريكنز التمريرات حتى بنتكلم في أول مرة يعني من زمان ما شفناش عدد التمريرات الكبيرة دي ودي زادت في الشوط التاني بشكل أكبر مسكنا الكورة حالة يعني من ناحية استحواز الكورة أو استحيازة الكورة شفنا البلد أب بتلاقي بشكل صحيح شفنا حتى الكورات الطولية بتلاقي بشكل صحيح فكان عندنا نسبة تمريرات يعني وصلت لفوق 600 تمرير 653 منهم 567 بشكل صحيح دقة 87% ناحية التانية يانج أفريكنز ما كانش عدد تمريرات كبيرة لإن احنا خدنا كل الاستحواز بشكل كبير يعني وصلوا ل389 تمريرا 311 منهم شكل صحيح نسبة الدقة فيهم 80% الشورت باسس إحنا طبعا يعني 547 شورت باسس في مباراة واحدة ناد الأهلي دا رقم كبير جدا مقارنة بالمباراة السابقة يعني 91% الدقة الناحية التانية كان 331 شورت باسس 284 اللحظة واحدة اللي فوق التمريرات التمريرات بصفة عامة؟ دي التمريرات بصفة عامة بصفة عامة بصفة عامة والتمريرات الغاصيرة منها 547 مزبوط ثم حتى التمريرات الطولية منها ثم حتى التمريرات البينية منها السروق يعني كل دا متأس ويعني بنشوفها بشكل عام ونشوف من اللي كان فيها تمريرات صحيحة أو حصل فيها ميز باسس شوفناها ونحسب هنا زي ما واضح نسب الدقة فيها التمريرات الطولية يعني متخيلين نهارده لها بواحد وخمسين تمريرات طولية 24 بس منهم بشكل صحيح ما شكلوش خطورة منهم دقة 47% نادي الأهلي و31 منهم 13 بشكل صحيح بدقة 42% التمريرات البينية النهارده كنا بنقول الفريدة نقدر نلعب عليه الدبل باسس أو الاختراك من العمق بشكل يعني إيجابي وكان ممكن نستغله بشكل يعني أفضل وده حنستعرض بعض الحالات اللي بتدلل على الرقم دوت إن احنا كان عندنا نهارده سروق انس أو التمريرات بينية 24 مقابل 19 التمريرات البينية ده اللي بتكسر الخطوط إحنا كان عندنا رامي وكان عندنا عبد المنع مرة كان بيلم بشكل كويس جدا التمريرات ما كانش بتوصل بشكل خطير جدا ليانج أفريكانز على العكس من إينا احنا وصلنا بكذا تمريرة ولكن الدقة أو يعني عدم التركيز فيها أو التصرف فيها القرار فيها ما كانش بشكل أفضل يعني العرضيات نفس الكلام 19 عرضية منهم 7 بشكل صحيح 7% دقة بالنسبة لي يعني أفريكانز مع ملوش عرضيات في الشيط الأول الأهلي عمل 9 عرضيات منهم 3 بشكل صحيح بدكة 33% بنتكلمين فيها عشرة في الشيط التاني اللي واحده لكن العشرة كان منهم نسب الأصح منها ممكن يكون أعلى أعلى شوية فالدقة وصلت لـ 37% الدقة كان عندنا في الشيط الأول 33% من الكورسات على العكس حتى العرضيات بتاعتينج أفريكانز في الشيط الأول عمل 3 عرضيات فقط التلاتة ما أثروش ما كانش فيهم ولا واحدة صحيحة ونسبة الدقة كانت 0 كسب الكورة وفتكاك الكورة إن إحنا استرجعنا الكورة النهاردة كان بشكل كويس جدا كان متقارب 86 مقابل 87 نفس الكلام في خسارة الكورة إحنا النهاردة زي ما شوفنا عدد التمرارات كانت أكتر استحواز كان أكتر فمخسرناش الكورة كميس باسس بشكل كبير النهاردة فكان عندنا 25 خسارة للكورة مقابل 31 تصديات حراس المرمى النهاردة كان مصطفى أربعة مقابل خمسة ليينج أفريكنز حتى الاعتراضات وابعاد الكورة كانت يعني الشكل متساوي ده الأرقام بشكل عام إحنا عندنا كذا رقم إيجابي النهاردة يعني كولر كده 16 مباراة في دوري الأبطال أفريكا تشاوميونس ليج 16 مباراة بلا هزيمة يعني بعد الخمسية بتاعت سانداونس مكمل 16 مباراة سلسلة طويلة جدا بلا هزيمة منهم 11 فوز يعني في 16 يعني فيه خمسة تعادل الرقم الإيجابي برضو لحسين الشحات يعني بيعلي من أرقامه في إحراز الأهداف في الجيل الحالي برضو يعني طريبا وصل ل19 هدف بعد هدف النهاردة فحسين الشحات ماشي بشكل كويس جدا عايزين نقول أن أحسن أرقام بناء على كل اللي احنا شفناها دي من الأكشن سواء في حياة حياة الكورة وعدم حياة الكورة رحت لعلي معلول أعلى سكور النهاردة لعلي معلول وحنستعرض حتى الخريطة الحرية بتاعته علي معلول النهاردة عمل مباراة رائعة جدا أهمها من الناحية الهجومية أكتر من النحية الدفاعية يعني الأرقام بتقول لنا ساهم في النحية الهجومية بشكل أفضل بكتير من النحية الدفاعية يعني الاعتراضات عنده البلوكات سخلاص الكورة كانت عنده يعني مش أحسن حاجة كان في بعض حاجات بيزيره حتى البلوكات ما كانش بيلتحم شكل كبير جدا دي الخريطة الحرارية لعلي معلول يعني شفناه يعني بيتحرك بشكل كبير جدا في وراء حتى في ناحية الهجومية عمل دابل باصس كتيرة جدا ساهم حتى زي ما قولنا في خمس تمريرات مفتاحية في خمس تمريرات مفتاحية لعلي معلول منها ومعهم واحد أسست يا كابتن آيمن النهاردة في خمس تمريرات مفتاحية لعلي معلول نهاردة وصلتنا للمرمى وعنده واحد أسست يعني وحتى من لمس الكورة أو حتى التمريرات عنده أعلى تمريرات شفناها وده اللي عكسته الخريطة الحرارية وصل لدقة عالية جدا بس من خلال الخريطة الحرارية باين ان هو يعني شغل اللجومي بتاعه أكتر من شغل الدفاع وده اللي ساهم زي ما نقول عنده تمريرات مفتاحية خمسة عنده أسست لعمل واحد عنده الكورة لو نفتكر اللي هي برضو عملها دابل باص مع إمام وحنستعرضها عنده بعض الحاجات الهجومية كانت معكوسة في الأرقاب نحيات دفاعية كانت تريبا نزيله بالزبط يعني 90 ديات تمريرات هو كابتن 74 تمريرة منهم 60 تمريرة صحيحة دقة 81% على فكرة ده رقم كبير جدا يعني دايما كباك شمال مثلا أو باك رايت أو باك ليفت ده رقم كبير عادي مقارنة بالسيرت باكات له أو حتى الديفندر أو الستة ببهو يعني رقم من أعلى الأرقاب من النار صناعة الفرص الأسست واحد تمريرات مفتاحية خمسة زي ما قلنا كراته الطولية حتى اللي سام فيها من ناحية الهجومية كان خمسة منهم اتنين بشكل صحيح محاولات على المرمى سدد واحدة بس ما كانتش عالى تلت خشبات الافتكاك الكرة هو زي ما قلنا يعني اتنين منهم اتنين بشكل صحيح حتى الاتحامات الهوائية كان فيه اتنين واحدة بس اللي خدها نفس الكلام في المراوغات هو عمل اتنين دريبلين كان اتنين منهم بشكل صحيح ده أرقام علم علول وتبكى للسكورز والأرقام هو خد أعلى النسبة من التقييم يعني النهاردة في مباراة اليوم أنا معرفش مين خد رجل مباراة بس أعتقد ممكن يعني علم علول تبكى للأرقام دي احنا شاكرنا من الحياة الهجومية او الدفاعية يعني كان فيه مساهمات حلوة جدا هو الافضل كتبولي حدثك على عنوانين حضراتكم تكلمتوا طبعا في تفاصيل الفنية بشكل كبير جدا الحالتين اللي كنا متكلم فيهم اللون بولز احنا بنقول الفريدة الاهلي كان مذكروا كويس جدا كنا بنقول عندهم مفاتيح لعب بيعابوا كويس جدا كي اللي هو صنع لعاب الرجل اللي بينزل حتى بيعاب تمانية او عشرة كنا بنتكلم على يعني كذا لعب فيهم كانوا بيعملوا يعني مثلا اوتشو كان متكلم على زوزوزا اللي احنا شفناه دوت كل اللعبة ده يا كابتن ايمن على المستوى الفردي وليس الجماعي عملت ارقام النهار ده حلوة جدا من ناحية مثلا تسديد على المرمى زوزوزا ده عنده مثلا ثلاثة اربعة يعني من ناحية تمرات المفتاحية عمل واصلوا ولكن كان ده كله بشكل غير ايجابي لانهم ما عملش الربط بشكل كويس زي المرشات اللي السابقة فبالتالي مش هكلش الخطور الاهلي فعلا عمل يعني افتكاك والنهار ده نجح ان هو يوقف المفاتيح اللعبة عندهم التلات لعبة اللي احنا قلنا عليهم دول هتكلم على الفريدات كان عنده مشاكل في اللونج بول بتتلعب الكرة في ظهرهم بشكل كويس جدا وده اللي شفناه في مبارات الدورة عندهم حتى في الناحية السعيد الافريكي ده مثال احنا مش هتكلم في امثلة كتير جدا ولكن ده العنوان اللي احنا هنتكلم عليه دي كورة برضو كانت في دقيقة لسه تلاتة في بداية المباراة الكورة كانت مع يعني السولية كان ممكن تتلعب ناحية شمال شوف علي معلول هنا الكورة تلعبت طبعا في النصح هنا حسين الشحات ويع بيها في الاوف سايد حتى لو كان فيه مثلا سرعة شوية وتركيز فيها أو دكة فيها كان ممكن نوصل حسين الشحات أو تتلعب لعلي معلول للأسف نزلت لحسين الشحات وبقت اوف سايد نفس الكلام برضو كورة هنا من ناحية اليمين كان ممكن ان هو يعني انا عارف السرعات شوية او لكن يعني عندنا حسين الشحات كان ممكن يبقى يعني يقطع حتى ويختارك حتى ويجري في ناحية اليمين ودائما كلا بنشوف اللامركزيه حتى اللي هي العكس لو عمل سكانينج بشكل افت كان ممكن هو يدخل مكان وكان يبقى فيه شكل خطورة تتلعب من وراهم وتشكل خطورة بشكل اكبر الدبل باصس ده العنوان الثاني وده اللي احنا شفناه نفس الشكل ده لو تفتكر في مبارات الزهاب امام الاهل وجبنا منها جول من ناحية الشمال ايضا ده نفس الكلام دبل باص تلعب على الارض بتروح دي كرة طبعا تلعبت في العمر رحت يعني اترافت ناحية اليمين وللأسف برضو ما كانش فيه التركيز الكامل فيها وضعت كان عندنا اكتر من مثال حتى في شهد تاني ده الدبل باص كان ما بين معلول هنا وامام يعني نكمل الحالة عندهم مشكلة في التمركز دائما وقفين ما يعني ما فيش اي تركيز انهم ايطاع كرة كرة تلعبت دبل باص ما بين امام تلعبت لعلي معلول سوري علي معلول لامام ثم امام ادها من ورا يعني اهو بالزبط امام هنا لعبها لعلي معلول وتلعبت دي الباك باص لطبعا كان وسام مابعالي بس طبعا المدافع تدخل فيها وطلحها من امام مفيش لطة الجول هنا لان الجول تلعب طريقة غريبة جدا في الهدف اللي دخل فيه تب اقول لحضرتك الجول حضراتكو كابتن شريف في تكلم عليه بتفاصيل كان برضو دبل باص لو تفتيش كان بداية من حسين الشحاء مزبوط فراحت للجول فده اللي يشتغل عليه مارس الكولر كان بذاكر الخص بشكل كويس دبل باص ازاي ما شفنا كان فيها خطورة كبيرة جدا والدليل نحنا جبنا منها هدف النهاردة وكان عندنا فرص كتيرة ضيعة بالشكل ده ده عموما الشكل العام للمجموعات يعني دي المبرار الرابعة على التوالي في اخر اربع نسخ ان الاهل يفوز فيها في نهاية الجولة الجولة اللي هي في دور المجموعات اربع نسخ على التوالي فوز يعني انا عارف ان في بعض المجموعات السنة فاتت كنا بنتصدر المجموع بترتيب رقم اثنين النهاردة الحمد لله والسنة دي رقم واحد والخصم البطلة كابتن شريف دايما بطل فمش هنهاب اي حد يقابلنا بقية فماشيين كويس صناعة الفرص لناحية التهديفية ممكن يكون اقل شوية في دول المجموعات بس اوفر اول الاهل يعمل ارقام كبيرة جدا هو باز احنا عندنا موارز ايمن فضل عندنا المازينبي وشون داونز والتراجي والوداد التراجي مين معافل نجم ساحلي ولا مع النجم وبتراجدك 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 بتراجدك وبتراجدك 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 وبنسبة 90% التراجي صعد لانه بلعب الهلال على ملعبه وهو تمام نوعه حتى لو اتعدله هيصعده خلاص يبا احنا عارفنا عادييني العزنين صحيح احنا كده عارفنا عادييني النسب اللي احنا بنتكلم عليها نسب الاستحواز والباص السهل او الباص الصعب والعداد اللي احنا بنجيبها واللي انت مشكورا بتجيبها يعني مثلا السبعمية من الناد الاهلي مثلا وتلتمية من فرقة يعنج النهار دي مثلا بنحط يعني بنحط حسابنا في الملعب ده بتاع الخسم ولا الملعب اللي بقى واحد اتنين يعني ممكن انت تبقى نسبتك افضل يعني انت مثلا كور عرضية هو عمل تمانية كور عرضية وانت عملت مثلا عشرين كور عرضية فالنسب بتاعتك انت بتبقى اقل منه يعني هو ممكن يبقى تنين وتمين بس لانه راح بخمس ست كور هل ده اتقنوا يبقى افضل ولا ده اتقنوا افضل في التحليل ده سؤال مهم جدا هنا بتتقسم التمريرات دي تتقسم لي تلاتة او اربع انواع مختلفة نوع كابتن عادل بتكلم على الباصات اللي هي باك باصس الكورات الباصات اللي هي الجانبية والباصات اللي هي فروت باصس او البيبريسف باصس اللي بتحرك بتكسر بيها الخط الدفاع التلات انواع دول بشكل عام بيباليهم سكور مختلف عشان نحقق الدقة منه فبالتالي الكاميرات والجي بي اس اللي هو بيتحرك في الملعب بيحسب كل الكلام ده مع مراعات الملعب استحواز او حالة حياة الكورة اللاعب اللي عمل التمريرة مكانوا فين بالزبط بعده عن الكورة قدي بالزبط التاتش اللي بيعملوا بالكورة هو ماشي غير التمريرة ده ده رقم وده رقم كل ده كابتن محطوط في الحسبان فبالتالي احنا بالنسبة لنا التمريرات بشكل عام بتساهم في حاجتين نقدر نشوفها في حالة حياة الكورة للفريق وده دايما لو ما سيكنا الارقام دي دخلنا فيها ديب اكتر هتلاقي السرد بكات مع الديفيندر مراوان عطيه دايما تلاقي رجل مباراة لانه اكتر مساهماته في الافتكاك الكورة والبساط سواء كان صحيح باك باس او باسات جانبية ولكن مراوان ما بيعملش زي مثلا كوكا زي مثلا افشا زي الناس سلية حتى امام مثلا امام يعني بنتاز شواء ان هو ممكن بيعمل اكتر بيمشي بالكورة بتحسيب له فبالتالي ده الفرق ما بين الانواع البساط والبساط حتى الاختراك البيني ده بيحسبوها برضو بالخمس ممرات الامامية في ملعب الخصن نشوف بقى سواء كان يعني الحاجات اللي هي فيها خطور وانت فين اصلا في الملعب من من اعلى مراحل الخطورة في الملعب الباصة هنا لها دور كبير جدا فكل ده بيتقيم بالشكل والسؤال اللي انا قلت للبس ده المدربين بيحطوا عليها تاكتكم للمباراة القادمة لما بيجبوه تاكتكم للمباراة القادمة لما بيجبوه تاكتنا عادل المتسابق عصرة شكرا جزيلا يا باز شكرا جزيلا دايما منورنا بنا خليكو يعني كل التفعيل نادل الاني الله يخليك شكرا